المشكلة اليوم ايران ايران اليوم ليش تخلت عن الخطة الاول مالها اللي هو كان جزء من نفوذها القوي في العراق لأسباب لأنه هناك صفقة مع المصالح الاخرى وصفقة مع الدول الاخرى وصفقة مع المجتمع الدولي في التخلص من هذه الفئة حقيقة ايران النموذج اللي قدمتها بالعراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن هو نموذج سيء بكل اعتباراته يعني احنا من نجي اليوم اللي هو بالتظاهرات هو الحشد حقيقة الحشد لو ترجع الى المادة تسعة من الدستور مع انا يعني تحفظي ومع ان الدستور كتب على عجالة وكتب فيه الكثير من المفققات ولكن لو نرجع الى الدستور العراقي هو يحقق الرؤية المثلة بالنسبة للعراق اذا طبق بحذافيره لان احنا اليوم القانون لا تحكمه الاسس والواجبات بل تحكمه الارادات يعني اليوم الارادة اذا كانت اقوى شوف من جاب الاقاليم هما عبدالعزيز الحكيم اول واحد طلع مسألة الاقاليم عبدالعزيز الحكيم شوف من صارت انه صارت داعش وصارت السنة وبدت المحافظات السنية الطالب بالاقاليم قالوا لا احنا هذا مرفوض وملغي وما نقبله شوف هذا الكلام الاجدواجية يعني من يمهم غفور الرحيم من يم الكتل الاخرى او الكيانات الاخرى مرفوض نعم لكن هم وقوى اخرى حتى قوى سنية قالت نحن نرفوض لا مو هو شنو كان ترى هو احنا اليوم بالعراق انه احنا عدنا تلاث قوى كردية سنية شيعية نعم الكيان المسحوق الحقيقي اللي شحق من عام 2003 و الى اليوم هو الكيان السني بكل اعتباراته يعني لا يقولون انه العالم ليه ما شحق لا شحق شحق بكل قوته يعني كل قوة الايران وكل قوة امريكا وكل قوة الصهيونية وكل قوة بريطانيا وكل قوة الدول حتى الدول العربية شاركت في ساحقنا